بعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجنبورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وأكد وزير الدفاع في برقية تمسك رجال قوات المسلحة بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومية والزود عن مقدراته ومقدسات شعبها العظيمة كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة وأصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها للتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصنع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بالقوات المسلحة وأكد أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر المرمضان المعظم كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلة لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصنع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بقوات مسلحة وأكد أفراد قوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة